واسؤال جديد من حساب محمود فارس بيقول انا عندي مشاكل كتير مع زوجتي واهلاها نعرف ازاي اني معمول لنا سحر او حسد ونبتدي نقرب من ربنا ازاي مع العلم نقيم الصلاة والحمد لله وكايني الاصل ان انتوا عندكم حسد وصح وعايزين نعرف احنا عندنا حسد وصح او لا حتى لو عندكم او ما عندكمش الا تصلي انت بتدعو الله تقرأ القرآن انت مش بحتاج حاجة تانية غير كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحصن نفسه وكان بيعوذ الحسن والحسين عليهما السلام كان بيعوذهم بايه كان بيعوذهم بماذا بالمعوذتين يبقى حضرت النبي علمنا ان احنا نتعامل مع كل هذه الاشياء في التحصين بالمعوذتين وعلمنا في الرقية ايه ان حضرت النبي لما هو رقى الصحابي شيخ القبيلة فرقى بماذا بالفاتح فاعطوهم شيء فحضرت النبي اقال اضربوا لي معكم بسهم بس سألوا وما ادرك انها رقية فعندنا هذا الامر الواضح رقية بالفاتحة وبالمعوذتين اذا كنتم بتقرؤوا بتقرؤوا ده في صلواتكم وبتقرؤوا ده في حياتكم بتقرؤوا سبعتاشر مرة الفاتحة فان شاء الله انت في حصن فانت خايف من ايه تخافش من مسألة الحسد ولا السحر بس اول حقيقة يعني يا سيد محمود المسألة مش مسألة ان المشاكل الكتيرة بيجولنا في مركز الارشادي الزواج ايه بقى عندنا مشاكل كتيرة جدا 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 واحنا اكيد عمل لنا سحر وحسن هقول لكم حاجة طريفة مرة كنت كنت في حالة قريب وحد جايلي الناس مشاكل بينهم وصلت الى حد الطلاق ده كان متجاوز قبل كده وسبب مراته دي كان متجاوز قبل كده وسبب تجاوزه وتجاوزه فإيه اللي حصل انا اكيد المسألة مسلمة انا اكيد عندي سحر فلو سمحت اقنعه ان انا احنا عندنا سحر اقنعه بايه فلتلوا احتمال ان انتوا تكونوا سبتوا بعض عشان بعض السمات الشخصية بتاعتكم وبعض المشاكل وعدم قدرتكم على ادارة الاخلافات الزوجية وعدم قدرتكم على ادارة مشاعركم وادارة غضبتكم قالت الاحتمال بس هو اكيد بالبراهين ان ده سحر فلتلها ليه قالت لها سلحة ممنطقش في لحظة كده ممنطقش الاعاد مع بعض ايوة والانسان لو شاف حد خنيق مش هيطيق يقعد معاه الانسان لو شاف حد بيخليه مش حاسس ان هو ممكن يكون فيه نافذة للسعادة في البيت اكيد هيفر منه لكن انا كبري عن ان انا اشوف الاخطاء اللي موجودة قد يؤدي الى ان الحياة تصل الى حد الامتلاء امتلاء امتلاء الخزان انا دايما بدأت امتلاء خزان المشاعر عند الطرف الاخر فيبقى كل كلمة مش مقبولة كل نظرة مش مقبولة كل همسة مش مقبولة فانا رجائي ان احنا نروح الاخصائيين يعني في الحالة بتاعتنا دي انتو مش محتاجين ان انتو تأكدوا ان انتو ما عندكمش سحر انتو محتاجين تتأكدوا ان انتو عندكم مشكلة في ادارة الخلافات الزوجية ومحتاجين تتأكدوا ان انتو عندكم مشكلة في ادارة الايه في ادارة الغضب وفي ادارة المشاعر وعشان كده انتو محتاجين استشارة بس انا سهلة انتو مش محتاجين لا حد يقرأ عليكم ليه طيب لأنه من السهالة أنتوا عايزين تحصانوا نفسكم اقرأوا الفاتحة والمعاوزتين والإخلاص وانتوا إن شاء الله في أمن الله بس آه بس يجي يقول لي وانت مش مدهمة بالسحر أنا ما منشي بالقصص الكبيرة أو اللي انتوا بتقولها عن السحر ولكن السحر ده خفيف لأن كيد الشيطان كان ضعيفة والإنسان خلق الإنسان ضعيفة فالمسألة كلها في الحاجات البسيطة ولا انتوا مش مدركين إن انتوا في حمى مولاكم وهو معكم أينما كنتم فهو سبحانه وتعالى معنا فهو معنا سبحانه وتعالى والله لطيف بعبادي والله خير حافظ وهو رحم الراحمين فاحنا خايفين من إيه بقى نهد بالنا شوية وببساطة خالص نروح ناخد استشارة نحدد فيها إحنا أول حاجة إيه تلات حاجات ان احنا عايزين نتخلص منها من أنفسنا أولا ومن شريك حياتنا ثانيا ويبقى ما كاتبين على قلوبنا في الوقت ده بل إن إنسانه على نفسه بصير لأ شوف انت بتعمل ايه وتعالى بقى واجعل قلبك وصدق منشرح إن انت تغير إن الله لا يغيره ما بقومي حتى يغيره ما بأنفسي وتعالى بقى نتكلم هتلاقي نفسك في قصور في التعبير عن الحب هتلاقي نفسك شخص حساس كل كلمة مش قادر تفهمها بشكل صحيح يبقى فيه مشكلة في التواصل ومشكلة في التعبير عن الحب ومشكلة كمان في الاهتمام ومشكلة في الاحترام ومشكلة في التأدير انت عايز يكتر من كده ما خلاص كده واضح أول أسباب المشاكل لا احنا محتاجين بقى إلى لا الكلام عن صح ولا محتاجين الكلام عن حسد